يعني الساعات الحقيقة أنا مثلا بحلم أن أنا أشوف فيلم أطفال مصري ياريت طبعا لأنه شفنا نمازج أجنبية كتيرة جدا طبعا الوطل فيها والمجموع الأبطال اللي فيها أطفال والحقيقة يعني بيبقى شديد الصلة بالقفل طبعا وشديد التأثير عليه أنا الحقيقة يعني أتفق معاك تماما لأن في أطفال كتير جدا معهم آيباد وبيشوفوا أو كل شوية بيشوفوا طبعا أنت طالما هما في أطفال وبيشوفوا إذن حيشوفوا أجنبية يعني لماذا نترك أولادنا لا يرون للأجنب فقط ليه ما يكونش فيه منافسة ليه ما ندخلش كمنافسين يعني إحنا كنا فترة من الفترات أفضل من يعني من صنع الدراما العربية طب وكنا من أفضل الناس اللي عمل مسلسلات أطفال وعملنا مسلسلات تحريك كل ده عملناه طب لماذا نترك هذا المجال الآن بشبه مغلق عندنا الحقيقة أنا أنا يعني مش عارفة لكن أنا بأعتقد أن إشارة الرئيس دي ربما تحرك القائمين على الإنتاج أنهم يقدموا أعمال أطفال أو يهتموا بيها على ألأة ويكون هناك يعني التنوع في النوعية التي تقدم تهي مهمة جدا جدا طبعا وأعتقد أيضا أنها مهمة أيضا لما يسمى بالقوى النعيمة لمصر يعني تلك الأعمال كنا بنصدرها حاليا طبعا ممكن تشاهد على جميع الشاشات مصدخل للكلام ده يعني ليس ما فيش قوى نعامة بدون إنتاج ده صحيح ده صحيح أنا كنت عايزة أقول لك أنه ده كلام فكرني بمسلسل عرض في رمضان هو 15 حلقة اسمه مين قال هذا المسلسل كتبوه يعني شارك في كتابته حوالي أربع شباب أو ثلاث شباب وشابة وكان ده من ورشة قادتها مريم نعوم وكانت المخرجة هي ندين خان أي مين قال ده مسلسل يعني الحقيقة أنا شفت أنه هو اتجاه جديد في الدراما هو بتقدم للشباب اللي هو مثلا ما بين سنوية عامة وما قبلها وبعدها حاجة كده من 15 سنة لحد 18 و19 والفكرة الرئيسية فيه البطل بتاعه بطلين جمال سليمان ممثل كبير وأحمد داش الممثل الطفل اللي هو طلعته والفكرة أنه أبه وابنه ابن نجح في السنوية العامة وأبوه اختار له كلية الهندسة والولد مش عايز ومش قادر يقول لأبوه فقرر أنه هو يعمل مشروعاته اللي هو عايز يعمل مشروعه عايز ينتج حاجة مش عايز يدخل كلية الهندسة المسلسل قعد 15 حلقة بين دا وده بينتقل بين المنطق ده بين الابن بيعمل ايه وكيف أنه استطاعنه يجمع مجموعة من الشباب والشابات أصدقائه وبين الأب اللي هو زعلان جدا من ابنه والأم اللي بتحاولنا تخلق بينهم وبين بعض صلة تفاهم لحد في الآخر الأب بيقتنع أن ابنه مش ضروري يفرض عليه كلية الهندسة يعني ممكن يوصل له لحل تاني غير أنه يفرض اللي هو عايزه كأب بحقيقة كان مسلسل ده رائع جدا 15 حلقة بس أنا حسيته ده روح جديدة بالنسبة للدرابا توجه جميل في الدرابا جدا جدا شكرا